هل هناك تأثير في هذا الاطار بتكلم على الهند والصين انا مالي يا عم انا مالي انا مالي لا ده احنا مالنا قوي ليه لان منطقة الشرق الاوسط والخليج ادي الخليج ودي الشرق الاوسط ايه كلها ودي مصر ايه وشوفوا الهند فين اهيه المنطقة الهندة ودي الصين الولايات المتحدة الامريكية بقواتها في افريقيا افريكم وقواتها الموجودة في العراق والقاعدة العسكرية وغيره وغيره اسرائيل والى اخره وقناة سويس مفهوم الان ان هناك ما يسمى بشيفتنج نقل عمليه التحويل من منطقة الشرق الاوسط الى هذه المنطقة منطقة الصراع الجديدة بين الولايات المتحدة الامريكية وبين الصين اذا سيحدث هنا فراغ سيحدث هنا فراغ الانطارة الامريكية كنتمالية فراغ موجود او فراغات مملوئة من يملأ الفراغ الان هل هي تركيا كما يحلل البعض ان يصف تركيا بانها الشرطي الامريكي في المنطقة هل يملأ الفراغ ايران اين الدول العربية في هذا الاطار هذه هي الاسئلة لابد ان نفكر بشكل استراتيجي بعيد الامد لما القوات الامريكية والغربية تنقل اهتمامها من هنا الى هنا واحنا شايفين ترامب بين بيسحب قواته من افغانستان بيسحب قواته من العراق بيسحب قواته من سوريا بيسحب قواته من افريقيا ومن وسط افريقيا اذا رايح فين رايح هنا في هذه المنطقة في الهند وغير وغيره إذن سيحدث فراغ في المنطقة من يملأ الفراغ هل جامعة الدول العربية بتدرس من يملأ الفراغ هل الدول العربية والجامعة العربية والدول العربية الكبيرة جهزة أو مجهزة للقيام بهذا الدور أم أن الخريطة تم تقسمها ووضع تركيا كبديل للأمريكان أو إيران البديل للأمريكان ماذا جمع أو ما يجمع بين تركيا وإيران بالأمس الاجتماع تم والنهاردة بيضربوا الاثنين العراق وتركيا وروسيا وبيضربوا ليبيا اللي بيحصل في المنطقة دور روسيا ودور إيران ودور تركيا في المنطقة إحنا فين؟ والناس دي بتعمل فينا إيه؟ ودي الأمريكان ماشيين راحين الصين ودلوقتي جات لي أخبار وأنا معاكوا على الهوى إنه فيه عشرين قتيل الآن سقطوا من الجيش الهندي في الاشتباكات مع الجيش الصيني أنا بدأت الحلقة بقول لكم زابط واتنين جنود دلوقتي بقى عشرين جندي يعني منهم زابط يعني معناها إيه؟ معناها إنه فيه توتر والتوتر بيزيد وسخونة المعركة بتزيد هل تنتقل هذه التوترات الحدودية إلى معركة كاملة وخدوا بالكم؟ الهند والصين مسلحين نبوياً فيه أسلاح نبوية عند الصين وأسلاح نبوية عند الهند هل هذه التوترات فيه؟ وهل كوريا واليابان والمنطقة يعني هتقف مكتوفة الأيدي؟ والتسليح الأمريكي لهذه المنطقة والقاعدة الأمريكية فيه اليابان وفيه الكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية ما هي كوريا الشمالية مع الصين والهند هتعمل إيه؟ وباكستان في النص المنطقة ستحول أنظار العالم من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى إلى الصين يعني هتشوفوا النشارات الإخبارية الشرق الأوسط شرق الأوسط منطقة ملتهم يتحول أنظار العالم من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى لنرى ماذا يجري بين الهند وباكستان برعاية أمريكية ده طبعا يهمنا اللي بحصل في العالم كله لكن بقول تدعياته علينا إيه المنطقة يحصل طاق فراغ من يملأ الفراغ وحذر من التمدد الصفوي اللي هو الإيران